نرجع تاني لمسيرة الشيخ كاملوسف البهتيني رحمة الله عليه والانتشار الواسع والشعبية والجمهارية الكبيرة واللي وصلت حتى إلى الرئاسة وإلى الحكم وحب الرئيس عبد الناصر ليه هل في تفاصيل هل في مواقف جامعة ما بينهم؟ كان بيستدعي لحفلات الرئاسة بالاسم يعني هاته النهاردة يعني عبد الناصر هو اللي كان بيختار مش مثلا المكتب او مثلا السيد سامي شرف الله يرحمه لا ده عبد الناصر بنفسه هو اللي بيطلب انه الراجل ده هو مات قبل يعني عبد الناصر بسنة هو مات 69 وعبد الناصر مات في سبتمبر 70 هو مات في فبراير 69 فكان بيلتقي بيه كثيرا وبالطلب فمما يدل على انجزاب عبد الناصر لهذا الصوت او لهذا الاداء وهو عمل كده برضو مع اخرين ولكن كان الشيخ يوسف رحمه الله كامل يوسف البهتيمي كان مميز كان مميز في ادائه طيب رغم وقت الوفاء يعني كان عنده 47 سنة عمره صغير جدا يعني في عز الشبابه زي ما بنقول ولكن لف الدنيا لف العالم الاسلامي يعني لا انه تميز نمرة 2 تميز شابا وصغيرا نمرة 3 العالم في هذا الوقت في الفترة اللي هو من 22 لتسعة وستين كان ياموك بالاحداث هناك محاولة الصهينة للاستلاء على فلسطين هناك محاولة للتحرر من كل الشعوب هناك بحثا عن الهوية محاولة للتحرر من كل الشعوب هل هي هوية اقليمية تاريخية واللي هي هوية عربية اسلامية في العالم كله كان ياموك فكانوا بيحتموا جدا بالحاجات دي بيحتموا جدا بالقرآن وبأهل القرآن وكذا الصدر السن والشهرة المبكرة مكنته من انه هو يلف العالم ودي برضو علامة مولانا انه هو توفي صغير ولكن ارفه مازال موجود بهذا الشكل وتأثيره مازال عايش هيفضل هيفضل عايش هو الراجل ده لما دخل الإزاعة هو ليه ختمة كاملة ختمة كاملة مجودة كمان مجودة آه مسجل المرتل بقى نص بس أعمال الصعب يعني المرتل نص ختمة يعني 15 جزء لكن المجود لا فيه ختمة كاملة ماشا الله لاه المواصفات اللي زايد يا مولانا المواصفات قارئ بهذه الصفات يعني هل ترى بأنه بالفعل أخذ المكان اللي كان يستحقها ما بين عالم القراء منذ وقته ما هو هو مش أخذ لا هو أخذ المكان ولكن كان محسودا محسود بمعنى يعني ما كانش حد سايبه في حاله هو طبعا استقل عن الشيخ الصيفي وخد مكان مستقل وقال لسيدنا الشيخ الصيفي يعني كأكتر خيرك على الضيافة دي كلها وكذا وأخذ شاء وابتدى تفتح عليه فلوس كتيرة جاية له من الشهرة دي سمعت أنه كان بياخد وصل يعني جنيه في الدقيقة ده في الإزاعات الخارجية أخذ جنيه في الدقيقة في الدقيقة في جنيه على طول اللي هو كان تقريبا يساوي جنيه دهب في الدقيقة فهو الدنيا جات وكذا فحسد على هذا هذه المكانة هذا الانتشار هذا الرزق وحاول فيقال أنه في حد هو في ميتا من ميات بورسعيد أنه حاول قتله لب رجاضي أيه فوضع له شيئا في القهوة التي تناولها قبل التلاوة فلما جه يتلو حصله ما يشبه الجلطة يعني أو 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 شبهها كده اللي يقول من بره يقول لأنه تلعسم وبعدين دماغه تقلت ولسانه تقل ونقلوه إلى البيت وتعالج وكذا إلى آخر لكن ربنا نجاه منها نجاه من الحادثة دي لكن بدأت المشكلات الصحية بدأت المشكلات الصحية وفضلت المشكلات الصحية لغاية ما مات رحمة الله عليه رحمة الله عليه أخيرا يعني شخصية بهذا الحجم لو وصفناها مرة تانية فالدكتور تقول عنها إجمالا بعد ما استعرضنا من معلومات رغم قصر فترة العمر بنقول توقم الحبيب الشيخ أتمنشاوي وبنقول صاحب الحنجرة الفولازين